شهد عام 2020 مشاكل اقتصادية جمّة، وكان أثرها الواضح على المتقاعدين والموظفين في دوائر الدولة، فخزينة الحكومة أضحت فارغة أو تكاد، وصار ما عرف بأزمة الرواتب الشغل الشاغل للناس. لم تقدم حكومة الكاظمي موازنة سنة 2020، بالرغم من كونها تحتل أولوية في برنامج الحكومة، واكتفت بمشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي. ما قامت به حكومة الكاظمي في حزيران هو تقديم مشروع قانون الاقتراض بديلاً عن الموازنة، الاقتراض الداخلي، ثم لتعود في شهر أيلول بتقديم قانون قرار الموازنة لعام 2020، ثم سحبه بنفس اليوم ليعوض عنه بقانون تعويض العجز المالي، لتعود مرة أخرى للاقتراض الداخلي بقيمة 41 ترليون من البنك المركز الذي يعاني عجزاً خطيراً في توفير السيولة. الأمر الذي أدى إلى عدم توفير الروات بالموظفين والمتقاعدين في هذه الفترة. الإخفاقات في السياسة الاقتصادية كانت مستمرة لعقود طويلة، وكان للحكومات المتعاقبة الدور الأكبر فيها. خبراء اقتصاديون يرون أن الإخفاق كان في عدم اتخاذ قرارات مدروسة ووضع اقتصاد البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي إلى جانب عدم تفعيل المبادرات الصناعية والزراعية لتنشيط وتفعيل دورة الاقتصاد في البلاد. العجز المالي هو تدفق لحصيلة موازنة سنة مالية واحدة، أما ما يعاني من العراق هو العجز العام الذي يتضمن مخزوم متراكم لعدة سنوات من العجز مضافاً إلى عجز في الصناديق الحكومية والجهوية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي. تواجه اليوم حكومة الكاظم تحديات اقتصادية جمع. أولها استشراء الفساد وتقلبات أسعار النفط، وآخرها تأمين الرواتب لملايين الموظفين.